استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف التنفيذي لمشروع مجمعات الأسواق المقرر إقامتها في عدد من الأحياء بالقاهرة على أحدث تراز حيث وجه بمراعاة التعرف على متطلبات المواطنين من سكان تلك المناطق فيما تعلق بالتفاصيل اللوجستية والخدمية لتلك المجمعات والأسواق وغيرها من المشروعات التي تقوم بها الدولة داخل الأحياء السكنية وذلك من خلال حوار مجتمعي مع مسؤول المحافظة والأحياء جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي معلواء أمير سيد أحمد مستشار الرئيس الجمهورية للتخطيط العمراني وعدد من المسؤولين وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الانشئي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية وطلع الرئيس السيسي على الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات الحماية من السيول لمنطقة جنوب سيناء ومدينة شرم الشيخ حيث وجه بمراعاة تطبيق مخطط هندسي محكم يحقق حماية المنطقة وكذلك الاستفادة من مياه السيول وتخزين مياهها مع مراعاة تناغم واتصاق أية إنشاءات مع الطبيعة المميزة والفريدة لتلك البقعة الجغرافية كما تناول الاجتماع سير العمل بالمشروع القومي لتطوير الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال كافة مراحل التطوير الشامل لطريق الساحل الشمالي حتى مدينة مرسى مطروح وتزويده بكافة الخدمات المرورية على طول امتداده للحفاظ على سلامة الموطنين وسلاسة تنقلهم وفيما تعلق بالطرق والمحاور داخل نطاق القاهرة الكبرى تم عرض جهود تطوير مدخل القاهرة الشرقي عند طريق حسين كامل حيث وجه الرئيس السيسي بالتطوير الشامل لذلك المحور الحيوي باعتباره امتداد لطريق السويس ومدخلا رئيسيا لشرق القاهرة والاهتمام بالتنصيق الحضري والتشجير مع رفع كفاءة المباني وتطوير الأراضي الفضاء المحيطة به وأضف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضا استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الخاصة بالتنسيق الحضري لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة القيادة الاستراتيجية ومدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية ومدينة الفنون والثقافة ومسجد مصر